بالنسبة للسؤال الثاني لأختنا اللي كان بتسأل برضو عن معنى الضلال في الآية الكريمة فهي بتسأل قل من كان في الضلالة فليمدد طيب وبتسأل إنه الضلال هنا ومن يضلل الله فهي بتقول ومن يضلل الله هنا دي خاصة بالله لا الضلال في الآية ليس موجه للحق سبحانه وتعالى حشاه جل في علام وإنما المعنى هنا منسوب إليه جل وعلا على معنى يليق به فهو سبحانه وتعالى زي ما بيوفق العباد والعباد الطائعين وبيسر ليهم أسباب الطاعة لما بيلاقيك طائع ومستقيم يمدك بالقوة على الطاعة والاستقام كذلك بيفتح أبواب الضلال لمن يطرقها وبيتردد عليه أنت مصمم يحاول يصرفك عن طريق السوء وإنت مصمم تدخل في طريق السوء فبيمد لك في هذا الباب أنت اللي بتختار ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواه قد أفلح من زكاه وقد خاب من دسه ألهم فجورها وتقواه وإنت اللي بتختار أنا بيدي أختار طريق الطاعة وامشي فيه فربنا يمدك بملائك يثبتوك تمشي في طريق العصيان الشياطين تأزك على هذا الطريق يبقى الكلام هنا مش خاص بذات الله إنما هنا الكلام خاص بذلك الذي يضل ويصمم على طريق الضلال يا صاحبة السؤال